على خلفية خطابات الكراهية والعنف وخرق قوانين النشر والصحافة عبر ممارسات التصريح والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اغلقت ادارة منصتي فيسبوك وتويتر صفحة وكالة الانباء اليمنية سبا وحساب المركز الاعلامي التابعين للميليشيات الحوثية والذين تستخدمهما لبث موادها المسمومة خلالها الميليشيات عبر وكالة سبا التي تنتحلها وتستخدمها لذات الاغراض عبرت من خلالها عن استيائها من هذه الاجراءات الالكترونية مشيرة الى ذات الاجراءات التي تعرضت لها في فترات سابقة مبررة ومشرعنة لمشروعها الطائفي وخطاباتها المتسترة تحت مبدأ الوطنية والتي تحمل طابع العنف والظلم والتعدي السافر على المبادئ الانسانية منظمات تعمل في الحقوق والحريات اكدت رصدها لمئات التغريدات والمنشورات والمواد المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات وقيادات تتبع الميليشيات الحوثية تحمل معاني التحريض والتهديد والخطابات قبل وبعد العمليات العسكرية التي تقوم بها مختصون في شأن الالكتروني والامن السبراني توقعوا ان خطوات فيسبوك وتويتر وغلاقهما لمنصات الميليشيات تأتي من منطلق حماية حقوق المستخدمين وضمان تمتعهم بالحقوق الاساسية التي كفلها لهم القانون الدولي والى حماية المجتمع من العنف بكافة اشكاله ومكافحة الشائعات المبثوثة الكترونيا عن طريق التواصل الاجتماعي واثراء تجربة المستخدمة ترجمة نانسي قنقر